السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو بديد عن هل ألم أسفل البطن من علامات الحمل أم لا عند بداية الحمل يحدث ألم أسفل البطن وهذا يبدو ألم طبيعي ويحدث لكل حمل ويحدث هذا الألم نتيجة وجود تغير في الهيرمونات وهذا التغير الهيرموني يحدث بشكل طبيعي عند بداية الحمل الألم بسبب وضع البويضة التي تم تلقحها في البيئة الرحمية أي في الرحم إن كثير من النساء يتشبع عليهم الأمر في شدة الألم في أسفل البطن حيث أن الألم في الأسفل ألم البطن أثناء الدورة الشهرية يكون مشابه للألم أثناء الحمل ولكن من أجل التمييز بينهم فإن الألم في أسفل البطن أثناء الحمل يكون أشد من الألم الحادث في أسفل البطن أثناء الدورة الشهرية أما عن الأسباب التي تكون وراء الألم الحادث أسفل البطن في بداية الحمل فهو كالآتي اتساع في عنق الرحم حيث أن الاتساع الحادث في عنق الرحم يكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الألام الحادثة في أسفل البطن وأيضا حدوث الإمساك حيث يكون الإمساك سببا في حدوث الألم في أسفل البطن وذلك الألم يكون في بداية الحمل وحدوث الانتفاخ حيث أن السيدة في بداية الحمل يحدث لها انتفاخات متكررة ويرجع ذلك إلى زيادة معدل البروجسترون وينتج عن ذلك حدوث ألام شديدة في أسفل البطن في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لتغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لأعجبكم ياريت تتعونوا لك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ